بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بكم يا شباب في المحاضرة التمنى من كورس البي ام اس طبعا النهاردة هنشتغل على اهم التطبيقات اللي بنشتغل فيها في مجال البي ام اس الا وهي الاه اتشيو الاه اتشيو يعني اه اتشيو اه اتشيو معناها حرف الا معناها اير هاندلينج يونت اه اتشيو معناها اير هاندلينج يونت ترجمة بالعروب بتاعتها معناها وحدة معالجة الهوى يبقى هي الهدف بتاعها تلات حاجات طبعا اولا ايه الاماكن انا اشوف فيها الاه اتشيو ممكن في المباني الكبيرة والمتوسطة طبعا بتكون احجامها هي نفسها كبيرة بالتالي بتحتاج مساحات كبيرة زي السطح بتاع المبنى او في غرف الميكانيكا داخل المبنى عددها نفسه داخل مبنى بيكون تمام قليل لان هي حجمها بيكون كبير يبقى احنا هنشوفها ممكن تحت في البيزمنت او على الروف او داخل المبنى ليه انا بحتاج اير هاندلينج يونت او وحدة معالجة الهوى رقم واحد عشان ادخل الهوى من الخارج اللي هو الهوى النقي او الفريش اير بيحصل له عملية معالجة والمعالجة دي بتعمل تمام تلات حاجات رئيسيين رقم واحد اخوانا بتعمل تنقية للهوى عشان ترفع جودة الهوى يبقى الهوى فايدتها تنقية الهوى رقم اتنين خفض درجة حرارته لو انا كنت بعمل تبريد او رفع درجة حرارته لو كنت بعمل تسخين رقم تلاتة بتعملي خفض نسبة الرطوبة او ازالة نسبة الرطوبة من الهوى يبقى هي بتزبط جودة الهوى رقم واحد بتزبط درجة حرارة الهوى بتزبط نسبة الرطوبة في الهوى طيب هي عبارة عن ايه عبارة عن جزئين رئيسيين جزء خاص بتزويد التزويد بالهوى اللي احنا بنسميه جزء التغذية او السابلاي الجزء التاني اللي هو الجزء تمام الراجع او الريتيرن لو احنا شوفنا لو احنا شوفنا المكونات الرئيسية هنشوف هنا بيدخل عندي فريش اير الهوى اللي موجود تمام في الجو العادي بيدخل هنا بيدخل على جريلا او جريل وبعدين بيعدي على الدمبر اللي احنا شايفينه ده عشان اتحكم في كمية الهوى اللي دخله وبعدين بعديه على فيلترز فلاتر لو انا والله في الصيف فعايز ابرد بعديه او بشغل الكولينج كويل لو انا في الشتة وعايز اسخن يبقى اشغل الهيتنج كويل وعشان اسحب الهوى ده لازم يكون في عندي سابلاي فان او مروحة شفط او سحب وبعدين بيطلع الهوى عندي من مخارج السابلاي طبعا في النظام بتاع ان هو بيستفيد بجزء الراجع الريتيرن تمام وياخد الراجع ده الريتيرن بيعمله عملية سحب من خلال الريتيرن فان يبقى هنا دي بتسحب الهوى تمام وتطلع عندي على الاكس هوست اير من الريتيرن فان لو احنا بدأنا نشوف المكونات احنا قلنا هنا الهوى بيدخل الفريش اير ده بيدخل على جريل الجريل ده فايدتها ايه ده بتبقى موجودة في مقدمة وحدة السابلاي او وحدة الدخول الهوى عشان تمنع دخول المخلفات او تمنع دخول اي اتربة او اجزاء ضرة ممكن تدخل ليه الوحدة وتعمل ليه مشاكل يبقى تمنع دخول اي مخلفات داخل الوحدة وهنا برضو بتمنع دخول المخلفات داخل الريتيرن يبقى فيه جريلا عند الدخل وفيه جريلا عند الخارج عند السابلاي وعند الريتيرن بعد الجريلا على طول بدخل على الدمبر الدمبر فايدته لو حد سألك فايدة اي دمبر اتحكم في كمية الهوى اللي داخل تمام او اللي خارج من الوحدة انا ممكن بلاقي دمبر اتحكم في كمية الهوى اللي داخلها او اللي خارجه الفلاتر عشان ارفع جودة الهوى يبقى الهوى اللي داخل ده عايز يحصل له فلترة يتنقى من التراب والاجسام اللي فيه فانا باستخدم له فلترز فلاتر وبعدين لو انا والله عايز ابرد باستخدم كولينج كويل طيب الكولينج كويل دي عبارة عن ايه عبارة عن موسير من النحاس تمام بيبقى مرر فيها سائل او وسيط تبريد بيعد عليها فبيطلع الهوى الناحية التانية حصل له عملية تبادل حراري ويطلع بارد الهيتنج كويل نفس القصة هي موسير ممكن يكون فيها مياه سخنة يعد عليها الهوى تطلع الناحية التانية الهوى سخن او بيكون عن طريق الهيتر كويل برضو بيطلع الهوى الناحية التانية سخن لازم عشان اسحب او اطرد الهوى لازم يكون عندي مراوح او سبلاي فان عشان ابدأ اسحب الهوى او ريتيرن فان عشان اضخ الهوى تمام في اجزاء تانية طبعا زي الهوميدي فاير ده مسئول الهوميدي فاير جاي من هو المسئول عن نسبة الرطوبة نسبة الرطوبة هو بيزبط نسبة الرطوبة طبعا هنا في عندي في عندي انظمة الهوى بيدخل بيطلع هنا اهو للسابلاي بستفيد بجزء من الريتيرن ولما اجي ادخل هنا بيحصل بين الفريش اير وبين الهوى بتاع الريتيرن هو ده اللي هيبقى مصدر للسابلاي فهنا بيحصل بين بين الريتيرن والفريش اير بيحصل لهم وبيبقوا هما مصدر التغذية لو احنا بصينا هنا يا شباب لو احنا بصينا هنا هنلاقي الرسمة دي مهمة جدا لو بصينا تحت هنا في الجزئية دي الجزء ده كده ده الخاص بالدي دي سي بني لو احنا بصينا هنا هنشوف في عندي انالوج امبوت انالوج اوتبوت بايناري امبوت بايناري اوتبوت من خلال لوحة التحكم طيب وبعدين هنروح نشوف هنروح نشوف طاق من اللوحة دي هنا عند الريتيرن شايف هنا كده ده السابلاي ده السابلاي وده الريتيرن وهنا بيدخل عندي امر عشان اخد من الريتيرن ارجع كمين ارجع ليه السابلاي ويبقى هو مصدر مع الفريش اير اللي داخل من هنا معايا هنا الجزء الخاص بالفلاتر بركب دي بي اس فهنا مفتاح على الفلتر عشان اشوف التغير في الضغط بي دلتا بي اللي هي بي واحد نقص بي اتنين قبله بعد الفلتر عشان الكلام ده بيستفيد منه فين في الصيانة هل الفلتر في طراب في طين ولا لأ هل انا اقدر لما فيش دلتا تيب سفر يبقى الهواء هنا بيدخل بيطلع وبالتالي الفلتر ده نقي او نظيف مش هيحتاج صيانة بقى كده في عندي على السابلاي في الفلف بوزيشن والفلف كوماند هما الاتنين مسؤولين عن ويه بيدخل هنا تمام على الجزء بتاع المية البردة اللي احنا بنبرد بيها يبقى لو سألتك عليه ايه اللي بيدخل للكويل انا هركب عليهم اعرف حالة المحبس ازود مية ولا لا بقى تمام ويه ادي امر ليه المحبس ازاي لو احنا شوفنا هنا على المروحة نفسها ببدأ احط قبل المروحة وبعد المروحة واشوف الهواء داخل قبل المروحة وهو هو اللي طالع تمام ولا ولا في فرق في الضغط لان الجزئية دي تمام بتاعت السابلاي فان بربطها بالموتور كنترول سنتر يعني ده موتور بربط بالموتور كنترول سنتر بحيس اخد السابلاي فان ليها اربع سيجنل الاوتوماتيك والمانوال والستيتاس والتريب دول كلهم مع بعض في بعد كده اخد ستارت والستوب هل انا هشغل ولا هفصل فبالتالي ده هيبقى ديجيتال اوتبود وبعدين هنا مركب على السابلاي حاجتين ومركب على حاجتين مركب على السابلاي تمام سابلاي تمبريتشر سنسور حساس اقيس بيه درجة الحرارة ومركب سابلاي سموك ديتكتور على الدكت نفس القصة مركب سابلاي تمبريتشر سنسور ريتيرن ريتيرن سموك ديتكتور على الجزء الخاص بالريتيرن يبقى انا كده شرحت شرحت وحدة كاملة وايه الحاجات اللي ركب عليها اللي احنا شفناها ده اخواننا من شوية ده بيسموه الخاص بوحدة المخطط الاحادي ليه طبعا احنا هنسأل نفسنا الاشارات بتاعت هل هي اشارة نوع الاشارات هل هي ديجيتال ولا انالوج وبالتالي تمام بناء على الاشارة انبوت ولا اوتبوت وهل هي ديجيتال ولا انالوج احدد نوع الموديول يبقى الجزء ده بيتكلم عن الديدي سي بانيل ومن جوة ديدي سي بانيل انا بحدد الموديول واحنا قلنا عندنا اربع حالات يا اما انالوج ايبوت الانالوج اوتبوت بايناري ايبوت اللي هي ديجيتال ايبوت او بايناري اوتبوت لو انا بصيت هنا هلاحز ان الساهم هنا كده داخل انالوج ايموت زي تمبري drafted تمام بيه عندي هنا بايناري وبرضو اينا داخل بايناري امبوت اشارة بايناري سفر واح وفي عندي تمام بايناري اة Medal ده السهم ده طالع اهو خارج تمام ده خارج لبرا ده معناه اشارة ديجيتال هتتحكم في تشغيل وفصل حاجة معينة سواء كانت سفر اللي هي اوف او واحد اللي هي اون لو احنا بصينا كده في الرسمة هنا بعد الجزء بتاعة دي دي سي هنلاقي وايرز اسلاك هنا كاتب لي الجزء ده اهو برضو مشروح هنا بيقولك ان انا هروح ناحية الفيل ديفايس فهنا فيه الفريش اير دامبر كماند ده عبارة عن امر بيطلع من لوحة دي دي سي عشان يشغل تمام او يفصل حاجة معينة يبقى ده عبارة عن خط بنسميه امر الكماند وبعدين هنطلع نشوف الكونستركشن الرئيسي بتاع الاتشيو دي زي ما قلنا ان هو بيستفيد من الريتيرن وبيعمل ميكس للريتيرن مع الفريش اير وبيطلع عندي السابلاي اير يبقى هو ما بيروحش ااخد الريتيرن يرميل خارج المبنى لا بيستفيد بالفريش اير والريتيرن اير وهما بيبقوا مصدر التهوية بتاعته طيب تعالا نبدأ نشوف الفريش اير دامبر في دامبر على الهواء اللي هيدخل كمان هتحكم في ازاي تحكم في من خلال هيبقى دامبر يبقى هيبقى في عندي اكشويتور اهو خدناه في المحاضرات السابقة ادي دا الدامبر ومركب عليه الاكشويتور دا روتاري اكشويتور عشان ابدأ افتح واقفل بنسبة معينة كمان لنسبة الهواء اللي داخل اللي هو الفريش لازم اعرف الستيتس يبقى انا عندي طب اعرفها ازاي اعرفها من خلال حساسات يا اما حساس حرارة لوحده او حساس رطوبة وفي حاليا تمام بيبقى عندك حساس واحد بس بعرف منه اهو اللي دا رمز الرطوبة يبقى انا باخد منه ستيتس باخد منه حالة يبقى دي هتبقى متغيرة يبقى انالوج انبوت يبقى الكنترولر عايز انالوج انبوت طيب هدي امر للدمبر ان هو يقفل ييفتح يفتح كامل يبقى واحد او يقفل كامل زيرو اللي هي يبقى انا عايز ديجيتال اوتبوت يبقى انا هدي للموتورايز دمبر هدي له ديجيتال اوتبوت اشارة يفتح يقفل كمام طبعا دا لو كان على السابلاي ممكن نفس الفكرة لو كان على الريتيرن بنفس الوضع يعني انا هنا كمام دا الفريش اير دمبر اي دمبر وهنا دا الريتيرن اير دمبر في عندي سيجنال انالوج انبوت وهدي له امر ان هو يفتح ويقفل بديجيتال اوتبوت اللي هو الكماند بتاعي طيب انا دلوقتي الهدف من الاتشيو ان انا ارفع جودة الهوى يبقى لازم اتخلص من خلال الفلاتر من الاتربة اللي بيستم سحبها من الفريش اير طيب اتأكد ازاي بقى ان الفلاتر دي فلاتر دي عايزة تتغير يعني خلاص كلها طين وتراب ولا لسه سليمة هركب دي بي اس دايما الفلاتر اش هتأكد من حالتها هركب ديفرينشال بريشر سويتش هيقس لفرق الضغط على جانبي الفلتر اهو واضح هنا على الفلتر هنا بريشر بواحد وهنا بي اتنين وهنا بيضلع لدلتا تي دلتا بي دلتا بريشر والله لو في قيمة معناها ان الفلتر ده فيه تراب كده سد الفلتر تمام يبقى انا باخد من الديفرينشال بريشر سويتش امر بيديني الديجيتال امبوت باخد منه ستيتس حالة هذا الفلتر حددتها ازاي بان انا حطيت دي بي اس بيبقى طرفين قبل الفلتر بي اس بريشر وبعد الفلتر بي اس بريشر ليه نفس البرشر يبقى الفلتر عدل هوا وسليم ليه في دلتا بيه عند قيمة معينة يبقى هيديني ان الفلتر لا فلتر مليان طين وتراب ولازم اغير الفلتر وده بيفيدني في مين في عمليات الصيانة يبقى لو مفيش يبقى الجودة بتاعته سليمة طبعا هنا ببدأ بعد كده اشوف الملفات سواء كانت ملفات التبريد او التسخين اللي هي الكلين كويل او الهيتن كويل هحتاج ايه بقى في الهيتن كويل او الكلين كويل كبي ام اس انا هنا بغزي بتشيلد ووتر مدخل المياه الباردة طبعا هنا سي اتش دابليو اهي سي اتش دابليو معناها تشيلد ووتر وبترجع لتشيلد ووتر دي من خلال الريتيرن بقى فيه تشيلد ووتر سابلاي وتشيلد ووتر ريتيرن ده دخول المياه الباردة وده خروج المياه بعد ما مرت على مواسير النحاس بتاعت الكويل طيب ده تدخل هنا تدخل فيه الجزئية دي سابلاي بقى كده اروح راجع اعدي على موتورايزة فالف ده عبارة عن فالف المحبس نفسه والاكشويتور يبقى انا عديت على المحبس اللي هيعمل لي او هيشتغل على اللي دخلها دي عايز اعرف كمية المياه هلها برد ولا لا يبقى تحكم في 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 المحبس من خلال الاكشويتور من خلال من خلال درجة الحرارة الانالوج الانالوج تمام امبوت وهدي الانالوج على اساس ان انا ابدأ اتحكم في كمية المياه هنا هنحتاج نتحكم في كمية المياه اللي دخلها للمواسير بتاعت الكويل وكمية المياه تمام كل ما بتبقى كبيرة بيزيل التبريد كل ما بتبقى اقل بيقل التبريد يبقى هتحكم في محبس المحبس هتحكم فيه زي من خلال اكشويتور تمام هتدي له امر انالوج امبوت هفهم به النسبة اللي بيفتح بيها وهستنى اعرف من خلاله مقدار الفتحة اللي انا عايز اشتغل عليها بمعنى اهو هاجه هنا على المواسير بتاعت المياه بتاعت الدخول انا هاخد من خلال الانالوج امبوت وهدي امر من خلال الكماند الانالوج اوتبوت لمين للاكشويتور اللي راكب على المحبس اد المحبس والاكشويتور ده بناء على الكولينج كويل يبقى انا هدخل كمية مياه اكتر هبرد اكتر طب عايز ادخل كمية مياه اقل هبرد اقل من خلال المواسير ده السابلاي وده مين وده الريتيرن ويركب على السابلاي بتاع الكولينج كويل طبعا بيبقى فيه الاهتشوز فيها هي تين كويل بتشتغل بنفس المبدأ طيب مهم جدا ان انا ابدأ اشوف كمان السابلاي والريتيرن فان المروحة احط برضو دي بي اس قبل المروحة وبعد المروحة شان اعرف المروحة شغالة ولا لا بعرف منها من خلال ديجيتال مين ديجيتال ديجيتال امبوت طيب طبعا بيقول لك هنا في الغالب انا بنتظر حوالي تلاتين ثانية بعد امر تشغيل المروحة لو السويتش تمام ما وصلش الفرق الضغط المطلوب بيعرف ان المروحة ايه عطلانة خلاص مش شغالة باخد منها ديجيتال اوتبوت كستيتس من خلال هذا السويتش يبقى انا بدخل بانالوج امبوت وباطلع بديجيتال ديجيتال امبوت هنا طبعا انا بدخل تمبريتشر وبشوف تمام اه ديجيتال امبوت كستيتس ده الحساس الخاص بالسموك ديكتور في حساس للدخان على الدكت بحيث اعرف من خلاله هل في حريك جول مكانة ولا لأ من خلال مين الانالوج امبوت على السابلاي او على الريتيرن من خلال حساس السموك ديكتور ده طبعا مكانه ادي الجزء اللي بيدخل داخل الدكت وده الجزء الخاص بالدكتور بعدين ببدأ اربط الحاجات دي كلها بما اني في موتور يبقى لازم اربط بالموتور كنترول سنتر الموتور كنترول سنتر يا اخوانا لازم يبقى في عندي اوضاع للفان لازم انا بشتغل بس على وضع الاوتو عشان ابدأ اتحكم عن بعد في الموتور فانا دي الوقت ادي عندي الموتور كنترول سنتر باخد سري ستيتوس تلات حالات ليه السابلايفان هل هي على وضع الاوتو ولا المانيول دي حالة ستيتوس والسبلايفان اشوف الستيتوس بتاعتها واشوف هل حصل لها ترب ولا لا يبقى انا عندي تلات اشارات ديجيتال امبوت وفي عندي امر واحد بس هيطلع ان انا افصل واشغل الموتور اللي هو ديجيتال اوتبوت ليه السابلايفان ستارت ابدأ وستوب يبقى اس على اس دي معناها ستارت وستوب التوصول هيبقى ماشي ازاي ادي الموتور سابلايفان اي موتور بيبقى ااخد كابل باور بيتغزى باور وبركب على الموتور لازم اركب قابله كمام دي بي اس دي بريشار دفرينشال بريشار سنسور عشان اشوف الستيتس هل الموتور شغل ولا لأ وباخد الكماند ده بروح داخل بيه على لوحة الدي دي سي بانل وبدي امر من الدي دي سي بانل ان هي تعمل ستارت او ستوب بيبقى خارجة اهو كوماند وفيه تلاتة تخليله سواء كانت ريب او ستيتس وايه الاوتو على ايه اللي بيحصل داخل الموتور كنترول سنتر لو انا اخدت موتور بسيط اعتبر انه موتور صغير بيشتغل بيه دايريكت دايرة الباور وفي دايرة الكنترول دايرة الباور ودايرة الكنترول ودي مهمة جدا تمام لازم تكون فاهمة كويس ادي عندي موتور المروحة داخل الاتشيو موتور اول حاجة بركب عليه بعده مباشرة اوفرلود وبعدين بركب كونتاكتور وبعدين بركب سيركت بريكر طيب وده مصدر التغذية ده المصدر المصدر بيدخل مباشرة على الام سي سي بي مولد كيس سيركت بريكر فايدة الحماية من الشورت سيركت يبقى دا رقم واحد اول حماية طلع من السيركت بريكر راح ليه رقم اتنين الكنتاكتور فايدة ايه التحكم في فصل وتشغيل الموتور مين اللي هتحكم في فصل وتشغيل الموتور يا اخوانا نورمال كلوز نورمال اوبن الكنتاكتور بقى كده لو حصر اوفرلود مين اللي هيعمل تحكم في التغيرات النتجة عن التحميل الزيادة اللي هو الاوفرلود يبقى دي دايرة البار اللي بتتحكم في موتور المروحة بتاع اله انا اللي همني شكل دايرة الكنترول دايرة الكنترول باجي على الفردة الحية اللي هي اللاين وهدي طرف النيوترل طبعا بركب على الفردة الحية فيوز وبعدين بيجي عندي تلاتة ستيتس يا هاند يا اوتو تمام يا اوف يا اهي اتش او اي هاند او اوف او اوتو دا عبارة عن مفتاح سيلكتور بيسموه دي بقى سريه بوزيشن يا هاند يا اوف يا اوتو طبعا انا دايما هنا في البيمميس بيشتغل على وضع الاوتو لو هاند معناها كوروة تطلع من اللاين فردة الحية تدخل على هاند تدخل على بتكمل مصار تمام الكنتاكتور وايه الاوفرلود تروح تكمل على النيوترل دا وضع تشغيل اليدوي بيسموه هيتم توصيل الكهرباء مباشرة لملف الكنتاكتور وبعدها بتكفل دارة البار وبشتغل الموتور دا على وضع الهاند تمام انا بقى مش بشتغل بوضع الهاند دا انا بشتغل على وضع الاوتو في حالة البيمميس فانا باخد نقطة من الموديول ديجيتال اوت تمام ديجيتال اوتبوت من خلال لوحة الديدي سي ولازم يكون هنا على وضع الاوتو وبالتالي لما اخد السجنال دي هاقفل يعمل مصار كامل الكنتاكتور والاوبرلود يبقى انا اتحكمت بالبيمميس في الموتور على ان انا اقدر افتح واقفل هذا الموتور من خلال التحكم في الوبرلود والكنتاكتور والسيركيت بريكر طيب ازاي اعرف ان الموتور شغال ولا لأ دي سهلة جدا من المسؤول عن التحكم في الموتور المتحكم الرئيسي والكنتاكتور يبقى هاخد نقطة تمام اضافية الекоش ازادaran على الكنتاكتور والله منهم ههها هحدد تمام بالنقطة المساعدة نقطة موساعدة من الكنتاكتور اولا لما تقفل متحكم يفهم ان الكنتاكتور يشغاله تق microscope يبقى الكنتاكتور هاخد موتور شغال والله قفلتي يبقى الكونتاكتور Growing لان الكنتاكتور شغال الكنتاكتور ازاي اعرف ان في مشكلة حصل اوبرلود او حصل تريب دي سهلة من المسؤول عن قصة دي الاوبرلود هاخد برضو من التريب والاوبرلود هاخد ستيتاس ومنها اروح ديجيتال اموت على الموديول يعرف والله تمام لو قفلت يبقى النقطة المساعدة يبقى في اوبرلود كده احنا شفنا ازاي نتحكم في الموتور من خلال البي ام اس سواء كان في دايرة الكنترول ودايرة الباور ده في السبلاي فان شفنا ليها تلاتة ستيتاس ديجيتال اموت وفي ديجيتال اوتبوت اللي بديلها ستارت على ستوب وبعدين شفنا ازاي السموك ديتكتور موجود داخل الدكت واعرف منه الستيتاس والحالة بتاعته شفنا برضو قبل كده السيجنالز الخاصة بالكولينج كويل وشفنا الاشارات اللي بتتحكم في الفيلترز وشفنا الاشارات اللي بتتحكم في الدمبرز سواء كان سبلاي او ريتيرن وشفنا دي دي سي بانل التالي رجعنا للمخطط الرئيسي لوحدة الاتشيو واشوفكم في فيديوهات تانية كتير خاصة بانظمة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة